السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم طبعا أخبارنا الفلكية عن كسوف الشمس الحلقي اللي رح يكون في برج الميزان وعن زاوية خطيرة رح تتشكل برضو بنفس اليوم تعالي الكسوف رح تبدأ تأثيراتها وهي زاوية التربيع السلبية بين الشمس وبين بلوتو عشان هيك اليوم الحلقة رح يكون فيها بعض التفاصيل فيها فيديوهات للشرح وأيضا تأثيرات على الجميع فابدها شوية تركيز بالنسبة للكسوف الحلقي اللي رح يكون في برج الميزان هو رح يكون يوم 14 عشرة بكون يوم سبت رح يكون ذروة أو التشكل الكامل لهذا الكسوف الساعة 17 و 59 دقيقة بتوقيت جرينيتش يعني بتوقيت جرينيتش على مستوى أو توقيت الأردن مثلا اللي هو منزل 12 عشان نرجع للقيمة فبصير الساعة 5 و 59 دقيقة بتوقيت جرينيتش أو منقول احنا مساء ومنزيد عليه اللي هو الثالث ساعات بتوقيت الأردن يعني الساعة 8 و 59 يعني التسعة مساء بتوقيت الأردن بيكون الكسوف معشي الكسوف الكلي فطبعا الشمس بما انها ما رح تكون موجودة عنا رح تكون بالجانب الآخر من الكرة الأرضية فأيذن الكسوف في منطقتنا ما رح نشوفه نهائيا رح يبدأ الكسوف بالتشكل الساعة 15 و 3 دقائق ليش بذكر أنا بتوقيت هيك لأنه سهل على اللي في أمريكا وكندا بالبرازيل بأوروبا بأمريكا الجنوبية بهذا ولأنهم يزيدوا أو يعرفوا بالتوقيت لأنه هو الكسوف رح يكون عندهم مش عنا فعشان هيك بعطي توقيت كامل على أساس أنه يعرفوا يحولهم بالنسبة لتوقيت جرينيتش ويعرفوا خصوصا أنه رح يكون له تأثيرات وشوي رح نحط الصور لهذا الكسوف حكينا أنه رح يبدأ في تمام الساعة 15 و 3 دقائق بتوقيت جرينيتش رح ينتهي تماما هذا الكسوف الساعة 20 و 55 دقيقة بتوقيت جرينيتش يعني بمعنى آخر رح يستمر الكسوف مكتمل تقريبا بحدود الـ 317 ثانية يعني قرابة الخمس دقائق و 17 ثانية يعني مدة طويلة لا اكتماله أن كنت تشوفه بالشكل الحلقي طبعا كل كسوف بيتبعوا بعد أسبوعين كسوف للقمر يعني عندنا يوم 28 عشرة الساعة 28 و 23 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش نشوفه عندنا كسوف طبعا هذا رح يكون على المنطقة العربية أو على منطقة آسيا وإفريقيا هم اللي رح يشوفوا هذا الخسوف طبعا بالنسبة لها موين ممكن أن نشوف الكسوف الكسوف رح ينشاف في الولايات المتحدة الأمريكية المكسيك أمريكا الوسطى وجنوب أمريكا يعني هذا الفيديو بحدد المسار بالكامل إنه من وين رح يبدأ ووين رح ينتهي شوي رح نزل لكم فيديو عشان تشوفوا طريقة الذروي وين رح تكون يعني في عنا حركة كاملة أما بالنسبة لها الدول العربية فطبعا ما رح ينشاف في الدول العربية فقط في المغرب ممكن أنه ينشاف ولكن بالتليسكوبات وبالوسائل الخاصة وما رح ينشاف بالكامل ينشاف جزئي يعني أسفله على اليسار أعتقد بيكون جزء بسيط مظلم للشمس في فترة يعني عند الغروب تقريبا ممكن يلمحوها ولكن بالعين المجرد ما أعتقد أنه رح ينشاف ممكن الاطلاع على التفاصيل وأخذ الوقت والمعلومات الكاملة اللي بده يراقب أو بده يصور أو بده يشوف هذا الكسوف من دول الغربية يعني عندكو موقع ناسا وكيبيديا أعتقد أنه في حد منزل بس لو تكتب أنت الكسوف بعطيك معلومات عنه وين رح يمر وين رح يكون والأوقات لا إلوه وهم كلهم بيأخذوا عن موقع ناسا اللي بتعطي المعلومات الدقيقة طبعا بالنسبة لتأثيرات الكسوف طبعا الكسوف هو يعني فترة سلبية جدا أول ما نشعر أنه يعني ممكن أنا رح أحدد لك وقت بدايته ونهايته ولكن أنت عشان تتأكد الحالك أنه تقول والله إلوه تأثيرات على البشر على الكون ما إلوه تأثيرات فهي الطريقة الأمثل إنك أنت تعرف إنه إلوه تأثيرات ولا لا فبدك تلاحظ الطبيعة فبتلاقي من بداية ما بلشت تتأثر اللي هي موجات الكهرومغناطيسي لتأثيرات اللي هي الإقتران بمعنى آخر اللي هي بيصير فيها فترة الكسوف ممكن قبل يومين بثلاثة ما أبدأ أحدد لك أنا عشان أنت تعرف بتحس إنه المناخ اختلف كالتم هيك غبار مرات في مطر الجو بقلم مرة واحدة حر مع اختناق ذيق هيك نفسك مش طايقة أي شي زي الكآبة أو الاكتئاب تشتت فكري عالي جدا بصير اعرف إنه بلشت تأثيرات الكسوف يعني أنا بس أتجلك الحلقة قاعد قبل بشهر فيعني بعد بشهر أنت أو الله أكثر من أكثر من شهر فيعني بتحس بهاي الأمور أول شي رح نشعر فيه إحنا بهاي الفترة إنه منشعر بضغط عالي جدا منشعر إنه ما في عنا طاقة ما عنا قوة شخصيتنا متقلبة نفقد السيطرة على عواطفنا على أفكارنا على قراراتنا وعادة إحنا لما بيصير فيه كسوف أو خسوف ما نقول للناس متنعوا عن أي قرار ما يعني ما فيه داعي إنك تتخذ أي قرار حاسم في حياتك أحاول إنك قدر الإمكان إنك ما تلتزم بأشياء مهمة يعني خلي الأشياء الروتينية في حياتك ما تشتري أي شيء بتعجب فيه كسيارة إلكترونيات أشياء تحف مثلا ديكور مستلزمات ثمينة حاول إنك تبعد عنها بالفترة لا تطلع من تأثيرات الكسوف بعدين أعمل اللي بدك إيها في هاي الفترة لأن الطاقة بتصير متقلبة يعني الصحة برضو إلها نصيب لأن الطاقة حكينا بتكون نازلة في جسم البني فبتتكشف بعض الأمراض أو الأعراض المرضية نشعر بالوهن بالتعب بالإرهاق واللي عندهم نقاط ضعف في مناطق معينة في جسمهم في هاي الفترة بتظهر آلمها في هاي الفترة طبعا دائما ما مننصح بإجراء العمليات الجراحية لأن العمليات الجراحية في فترة الكسوف حكينا أنه فيه تشتت عالي جدا فكري والطاقة ضعيفة فلا المريض بيحتمل ولا الطبيب رح يركز بشكل جيد أو ممكن أحد معاونيه فعشان هيك دائما في هاي الفترة بتكون نسبة الفشل في العملية عالي جدا ما بتعطي النتائج المرجوة فهنا بنقول تأجيل لهاي الأمور وخصوصا الأمور غير الطبية والتجميلية أيضا اللي بيشتغلوا في المصانع والآلات الحادة واللي بيشتغلوا في المطابخ هدولا على طول يعني بدهم ينتبهوا من الإصابات من الأدوات الحادة طبعا في هاي الفترة ما مننصح حد يشرب كحوليات لأن الكحولية يعني أنت مش مركز خليه وتشرب كحوليات شو بده يصير فيك فمنقول إنه بتعدوا عن المهدئات والكحوليات اللي بيأخذوا الأدوية المهدئة يأخذوها وهم في البيت أفضل طبعا بالنسبة للفترة هاي بالنسبة للمبارايات الرياضية أو أي منافسات أو تحديات أو مراهنات ما مننصح فيها نهائيا لأنه برضو نفس الشيء بتكون الأشياء مغايرة ومعاكسة للتوقعات بالنسبة لإلي أنا بحدد الأوقات السلبية اللي رح يستمر فيها الكسوف هي من يوم 10 عشرة ليوم 19 عشرة وطبعا هي القمة للتأثيرات اللي هي بتكون يوم 13 يوم 14 ويوم 15 هدولة اللي هم منحكي ذروة تأثيرات الكسوف ولكن هي التأثيرات العامة من 10 عشرة لتسعطاهاش عشرة أما بالنسبة للأشخاص اللي بيقولك لا هو تأثيراته بتقعد سنة يعني لازم أنه سنة طب ما احنا في السنة بصير عنا كسوفين يعني هو كل كسوف بسلم لأخوه يعني ولا للي بعده ولا الكسوف كسوف بسلم للكسوف اللي بعد اللي بعده وبعدين اللي بعده اللي بعد اللي بعده يعني مش منطقية يعني فهذه الأمور احنا عادة ما بنأخذها احنا بالكلام احنا بنأخذها بالتأثيرات فكسوف بيأثر عادة ثلاث أيام خمس أيام قبل وبعد والخسوف نفس الشيء يعني هو بيكون في برج مجرد نأخذها احتياطا احنا البرج اللي قبله والبرج البعد ومجرد ما دخل فيهم وطلع منهم انتهى تأثيرات الزاوية ورجع لوضعه الطبيعي فعشان هيك احنا ما بنوخذ بالأمور هاي فان عامل الجو والمناخ والطاقة عندك هي اللي بتحدد هذا الموضوع لما تحس انك انت بلشتها تتغير الأجواء عندك يعرف انها بدأت التأثيرات لما تحس انه رجع النشاط عندك بشكل أقوى يعرف انها انتهت التأثيرات ولكن الأشخاص المقيمين في البرازيل وأمريكا وأمريكا الجنوبية وغيرها هذولا الأشخاص بدهم يديروا بالهم لأنه هم اللي رح يكون الكسوف عندهم فتأثيرات رح تكون أكبر من اللي موجودة عندنا احنا في منطقة آسيا أو منطقة الشرق الأوساط أو الدول العربية تحديدا لثاني يوم ممكن انه نشعر بهذه الأشياء أو بعد منتصف الليل نبلش نشعر بساعات المساء بعض التأثيرات ولكن مش بقوة يعني بتبلش ان احنا في ساعات الصباح ساعات المساء بتزيد عندهم هي بتبدأ نفس الشيء في ساعات المساء ولكن في ساعات الصباح والمساء بتزيد بشكل أكبر يعني أنا خربطتكم بالكلام ولكن هي يعني بدك تحسب 12 ساعة قبل الذروة وبعد الذروة هذولا القوة العالية للكسوف بالنسبة للزاوية طبعا اللي رح تتشكل اللي ذكرتها هي زاوية التربيع السلبية بين الشمس وبين بلوتو وطبعا هاي الزاوية في الكسوف السابق اللي صار برضو تشكلت زاوية التربيع كان بالعقرب اعتقد تشكلت نفس الزاوية ولكن هاي الزاوية يعني نفسها نفس الأحداث هاي الزاوية طبعا برضو يوم 14 عشرة بتبدأ بتنتهي يوم 28 عشرة ذروتها يوم 21 عشرة ساعة 2 وثمان دقائق عصرا بتوقيت جرينج وعادة لما تتشكل هاي الزاوية يقول انه بتعزز عندنا التسلط عند البعض برضو بيحاولوا فرض سيطرتهم على الآخرين بتضع عقبات في طريق نجاحنا بتسبب لنا عدوات خفية بتزيد من حد شهوانيتنا وبتضر بالصحة اللي ممكن انها تسبب لنا أمراض خطيرة طبعا بسبب هاي الزاوية برضو بتثور أعمال العنف ومواجهات لها علاقة بالنيران والمعادن وبرضو بتدل على وجود مؤمرات ضد حكومة ما سواء داخلية أو خارجية وقيام الحكومة بالتعبية ضد بعض الجماعات الإرهابية اللي بتحاول زعزعة الأمن والاستقرار هناك احتمال وقوع حوادث كالحرائق والظواهر الطبيعية كالزلازل والبراكين أو الأمور اللي إلها علاقة بالتعرية طيب خلينا نروح نشوف إيش التأثيرات رح تكون على جميع الأبراج طبعا بتسمع برجك وبتسمع طالعك وبتحتاط من المسألتين يعني ما تأخذ الأمر هيك يعني أنه بأخذها برجي وبنسة طالعي لا بتعرف برجك وبتعرف طالعك خذ الأثنين مع بعض والأقوى على شخصيتك اللي بتشوفه بنطبخ عليك أكثر هو اللي بتأخذ فيه الحذر الأكبر ولكن أنا بفضل أنك تسمع الأثنين برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا الكسوف رح يكون في بيت شراكتك هذا بأثر على علاقتك بشريك العاطفي أو شريكك بالعمل أو بتخلي العلاقة على المحك ممكن تنشأ بعض الخلافات الطارئة لأتفه الأسباب وخصوصا ما بين الأزواج بتكونوا على حذر وحاولوا أن تضبطوا انفعالاتكم ورغباتكم في التعبير المباشر عن رأيكم ممكن يكون ما هيك يعني شوي رأيك ما يكون محط إعجاب الآخرين هذا الشيء ممكن يزعجك بتتأثر صحتك بشكل كبير لأن طاقتك ضعيفة جدا والكسوف رح يكون مقابلك تماما ممكن يصير فيه نوع من أنواع الخلافات والنزاعات فحاول أنك ما تعمل أي ردات فعل سلبية لأنك أنت اللي رح تكون خسرا برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بتكوا تنتبهوا خلال هاي الفترة اللي هي فترة الكسوف لأنه ممكن تشعروا بثقل بالعمل بأنك عاجز عن تحمل المسؤوليات وبأنه رأيك غير مقبول من الآخرين ممكن يتراكم العمل عليك وتحس بالتقصير لازم تنتبه على صحتك بشكل مباشر وما تهمل أي عارض صحي حاول أنك تراجع طبيبك هاي فترة غير مناسبة للقيام بأي عمل جراحي أو إجراء عمليات طبية أو تجميلية في نوع من أنواع التوتر في علاقاتك مع زملائك أو رفاقك بالعمل أو زبائنك بالعمل واحذروا من الأغلاط الناجمة عن عدم الانتباه في العمل برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا الكسوف بيخليك شوي هيك تبتعد قليل عن أجواء المرحة وبتحسك شوي أن مزاجك مش رايق فيه زي اكتئاب بتحس بأن الأمور بتصير معك ببطء أو ممكن تتعطل بشكل كلي عليك الصبر قليلا بتميل لأخذ الأمور بجدية ولكن مع شعور بعدم القدرة على التفكير الصحيح إذا كان في مشروع للتعاقد الخارجي أو السفر حاول أنك تأجله حتى انتهاء فترة الكسوف هذا الشيء بيجعلك متردد ممكن تسمع خبر غير صار عن شخص قريب لإلك أو من المقربين أو من أحد الأبناء فعشان هيك يحاول قدر الإمكان تضبط عصابك ما تبالغوا باستخدام الحظ بالفترة برضو هذا الكسوف راح يكون في بيت الحب فدير بالك برضو من الخلافات مع الأحباء برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا الكسوف راح يكون في البيت الرابع يعني بيت البيت، بيت العائلة والأب والنظام الأسري فهذا الشيء بيجعلك شخص متشكك في كل شيء ورافض لكثير من الحقائق أو الأمور ممكنين عكس على صحتك بشكل سلبي عليك الحذر من الدخول في أي حوارات يعني غير جدوى، ما إلها أي جدوى، غير ذات جدوى لأنها يعني ممكن تتحول لخلافات واضحة بيعرف معحيطك العائلي نوع من أنواع التوتر بسبب سوء تفاهم وممكن تتعرض للإرهاق العصبي برضو ممكن بعض العطال والنساء اللي بتعمل بالبيت بالآلات الحادة تنتبه أثناء شغلها برج الأسد بالنسبة لما أوليد برج الأسد طبعا ما راح تشعروا خلال فترة الكسوف بصعوبة بالتواصل لسيما بالأخوة والأخوات بالوسط المحيط بكم بيشعروا الطلاب بعدم الرغبة في الدراسة وأنه كل شيء بيدرسوا ما إلوا أي قيمة أو ممكن أنه ما يركزوا فيه بشكل جيد بتكون متهرب من الكثير من المسؤوليات الملقاة على عققك انتبه خلال السفر على الطرقات من الحوادث الطارئة حاول عدم الدخول في أي علاقات تجارية في هذه الفترة ممكن تسمع خبر سيء وهذا الشيء بيجعلك متردد أو متحير وبيدفعك لاتخاذ قرارات متسرعة أو إشفاء إفشاء إفشاء أسرار بلشت أنا وهذا إلو شهرين لسه بدي يصير الكسوف فبخربت بدكوا تكونوا حذرين في كلامكم أو في مراسلاتكم برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا هنا الكسوف رح يكون في بيت مالك وهذا الشيء رح يأثر عليك ولا سيما في الأمور المالية فممكن تتعرض لخسارات كبيرة إذا ما كنت حريص كما يجب لا تحاول الدخول في أي عقود مالية أو قروض جديدة حاول أنك ما تكفى لأحد لأنه ممكن تقع ضحية لبعض المستغلين عليك ترتيب العولويات أو تأجيل أي حوار غير مجدي مع المحيط علاقاتك بتكون متوترة مع رفاقك بالعمل وممكن ترتكب بعض الأخطاء في أهراءك وأحكامك فتجنب التوقيع على الوثائق المهمة برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا أنت أكثر المتضررين من الكسوف لأنه راح يكون في برجك عشان هيك بدك تحذر من فقدان الرغبة بالقيام بأي أمر جديد خلاسيما في مجال تطوير المهارات أو التعلم لأنه بتفقد رغبتك في القراءة أو المطالعة ممكن يصيبك اليأس في كثير من المواقف أو ممكن يحصل معك خلافات في الرأي مع المقربين وهذا شيء ممكن يؤدي إلى قطع بعض العلاقات انتبه لأغراضك بشكل جيد في هذه الفترة ممكن تفقد شيء ثمين بتعرف بعض الإرهاق أو الإجهاد بسبب عصبيتك وتلهفك وسرعة انفعالك لازم تتجنب اتخاذ القرارات المهمة وكذلك خفف من تنقلاتك اللي الها داعي ممكن تسمع برضو أخبار متناقضة برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا بيأثر عليكم الكسوف لأنه موجود في بيت المتاعب فهذا الشيء بيجعل علاقاتك متوترة بوسطك المقرب لسيما علاقتك بأسرتك ممكن تكون متمرد على الكثير من الأعراف والتقاليد في هذه الفترة وممكن تجاهر برأيك بشكل انفعال كبير وهذا الشيء ممكن يسبب لك الكثير من المشاكل في علاقاتك لا تفكر في التغيير أو تغيير نمط معين في حياتك أو حياة المحيطين فيك لأنه ممكن تواجه معارضة كبيرة احذروا من الدخول في أي مواجهة مباشرة لأنها ممكن تتحول لخلاف وممكن تتعرض لكلام سيء برضو أو يسيء لك أو إفشاء أسرارك فحاول أنك تطنش الأمور هاي كلها لحد ما ينتهي تأثير الكسوف ويوصل القمر لعندك برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا بيأثر عليكم الكسوف بشكل سلبي وبأثر على علاقاتكم بأصدقائكم لأنه هو في بيت العلاقات الاجتماعية وبرضو بأثر على علاقاتكم الاجتماعية لا تحاولوا فرض رأيكم على الآخرين بالقوة لأنها ممكن هيكي يصير فيه نوع من أنواع المواجهة الحادة بينك وبين بعض الأشخاص في أصدقاء ممكن تنقطع علاقتك فيهم بسبب خلاف بالرأي أو سوء فهم طارق أو بسبب مواقف غير مرضية لإلك لا تتسرع بالحكم أو اتخاذ المواقف الحادة اللي ممكن تندم عليها لاحقا ابتعرف علاقات الصداقة عندك بعض التوتر في هاي الفترة برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا الفترة هاي فترة صعبة لأنها بيت السمعة وبيت وضعك الاجتماعي فرح تمر في فترة صعبة عليك شوي لسيما فيما يتعلق بوضعيتك الاجتماعية انتبه لسمعتك لأنه فيه أشخاص بيحاولوا ويشوه صورتك أمام الآخرين والتقليل من إنجازاتك وأعمالك المختلفة حاول أنك هيكي ما تطلب ترقي أو تقدم إلى مشروع جديد في هاي الفترة حاول أنك تعمل شوية هدوء هيك عبرا ما يوصل القمر لعندك أو ينتهي تأثير الكسوف حاول أنك تعمل على إنجاز أولوياتك بشكل مدروس بتميل لإهمال مشاريعك وعمالك وهذا الشيء ممكن يعرض سمعتك الاجتماعية لشبهة فعشان هيك عليك تتحلها بالصبر وتستخدم عقلك حكمتك وما تجازف وما تغامر في هاي الفترة برج الدلو بالنسبة لما أوليد برج الدلو طبعا الكسوف بيعمل على تعطيل كل شيء بيتعلق بالسفر أو بيعمل مشاكل فيها على مواضيع إلها علاقة بالدراسات العليا أو اللي بيدرسوا بالجامعة بتحس إنه الأمور ما بتصير معك ببطء يعني هيك بقى قصدي بتصير معك ببطء ما بتمشي بسرعة تتعطل بشكل كلي عشان هيك عليك الصبر بشكل جيد يعني ممكن هيك إذا كان في عندك مشروع للتعاقد الخارجي أو السفر حاول تأجيله لكم يوم حتى تنتهي هاي الفترة حاول إنك ما تدخل في قضايا أو محاكم لأنه ما بتكون النتائج لصالحك حاول الانتباه أكثر والابتعاد عن لا مبالاة سلبية عليك الحذر من الوعود لأنه بالفترة هاي برضو قليل لأشخاص اللي بغفوا في هذا العمر ويستحسن تجنب السفر لبعيد أو تأجيله لوقت آخر برج الحوت بالنسبة لما أوليد برج الحوت طبعا الكسوف رح يكون في بيتك الثامن برضو هو بيت العموال المشتركة وكل ما يتعلق بالأموال اللي معك شريك فيها من لأمور علاقة بإرث نقل الملكية من ضريبة بنك قرض أشياء من هذا القبيل وفي كثير من المقربين لا إلك بيحاولوا إظهارك بمظهر الخاسر أو بيحاولوا الإساءة لا إلك فترة غير مناسبة لتغيير السكن أو شراء العقارات أو دخول للمحاكم وخصوصا المطالبات المالية يبتجد نفسك مدفوع لإنجاز ما تراكم عليك من العمال مع الشعور الكبير بالعجز بزيطيشك وعصبيتك وممكن تسمع خبر سيء فعشان هيك برضو انتبه أثناء تنقلاتك وأثناء سفريتك طبعا هيك بنكون انتهينا من هذا التوقع والأخبار الفلكية والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء